تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضية حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 379 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 293 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلعي الاستراتيجية والاستلائي على السلع المدعومة تمضبط قرابة 9 أطنان وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأسيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط أكثر من 261 طن وفي مجال البيع بأسيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تمضبط أكثر من 13 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 345 قضية من بينها 129 قضية خبز ناقص الوزن و103 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 253 طن